في الشكل بدت زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عادية لكنها في المضمون وإن غير المعلن بدت أكثر من عادية في ضوء الملفات الساخنة المرتبطة بتغيرات الوضع على الصعيد الإقليمي زيارة اليومين إلى لبنان استهلها أوغلو بلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشيل اسليمان في قصر بعبدة حيث شدد على الموقف التركي الثابت إزاء لبنان وهو رفض أي انعكاسات أو ارتدادات سلبية على مساحته من خلال ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من اضطرابات وأزمات وفي المقابل حضى رئيس الجمهورية وزير الخارجية التركي على تعاون أكبر مع الجامعة العربية في الجهود التي تقوم بها لوقف الأزمات والاضطرابات في بعض دول المنطقة وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لاتباع الأصول الديمقراطية عبر انسحابها من الأراضي التي لا تزال تحتلها في لبنان وسوريا ومن بعبدة إلى عين التيني حيث عرض أوغلو للأوضاع وتطورات المنطقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أما المحطة الثالثة فكانت في السراء الحكومي حيث عقد اللقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استمر حوالي الساعة تلاه غداء على شرفه وفي السراء برز الكلام السياسي الأول للضيف التركي كانت لنا رؤية مشتركة عن الأوضاع الإقليمية والتحولات في المنطقة والربيع العربي وأستطيع القول أن أول ربيع عربي من أجل الديمقراطية تحقق في لبنان الذي شهد انتخابات حرة وعادلة ومصالحات وطنية بالنسبة لتركيا الاستقرار في لبنان ضروري لأنه يشكل الدعم للاستقرار الدائم في منطقتنا ونأمل في أن تأخذ الدول الأخرى عبرة من لبنان من خلال انتخابته العادلة والحرة وسياسته المتعددة الأوجه حيث يتنافس جميع الفرقاء السياسيين وهذا تقليد مهم أوغليو قبل توجهه إلى بكيركي رد على سؤال مؤكدا أنه سيلطق وفدا من حزب الله زيارة توزير الخارجية التركي إلى لبنان هي في الأساس للمشاركة بالمؤتمر الذي يعقد من أجل الربيع العربي إلا أنها تحمل في طياتها أبعادا سياسية تتعلق بالتطورات في المنطقة من هنا جاء التشديد على أهمية الحفاظ على الاستقرار في لبنان لما له من انعكاس مباشر على الاستقرار في المنطقة أما في الصرح البطرياركي فاللقاء جاء في الإطار الديني بحسب ما أكد وزير الخارجية التركي الذي عقد لقاءا مع البطريارك ماربشارة بطرس الراعي دام حوالي الساعة والنصف وحضره راعي أبرشيات كبرس المارونية المطران يوسف السويف زيارة اليومين لأحمد داود أوغلو إلى لبنان هل تنجح في إيصال الرسائل والنصائح التي حملها أم تصاب بنكسة جديدة كما حصل في زيارة الأخيرة العام الماضي حيث أتى برفقة وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم الثاني بهدف حل الأزمة الحكومية حينها لكن مسعيه يومها لم تلقى صدا إيجابيا لدى الفرقاء السياسيين فهل يصل هذه المرة إلى نتيجة المرجوة؟ ترجمة نانسي قنقر